في الوقت ده أنا دخلت روزة اليوسف بعدها تقريباً بحوالي أربع سنين يعني دخلت وأنا عندي 18 سنة دخلت برضو صحفي تحت التمرين الناس اللي كانت موجودة وقتها مدرنة أنا زاك كان وقل الإبراشي وكان مسؤول الدسك وكان السيدة إبراهيم عيسى ومحمد هاني وعبد الله كمال الله يرحمه يا رب ما حافظ القابل يوم جميع عند الكلوم أساد زا وأستاذ عصام زكريا ربنا يديله الصحة مين تاني يا يوسف مش عايزة بقى بس الزكريا بتخني وقتها وقل الإبراشي بيعتبره هو مسؤول الدسك فكان مسؤول عن كل الأخبار اللي جاية علشان بتعبرنا هتتدسك وتخش بعد كده عشان تنزل في العدد روزة اليوسف كانت وقتها مجلة بس يعني العدد أسبوعي فعندنا مساحة كافية أن احنا ندقق الأخبار واندقق الموضوعات والريبرتاجات والانترفيوز اللي بتتعامل وهكذا بطبيعتي أن أنا كان دايما ندبس وقل الإبراشي في مشاكل مع الأستاذ عدل حمودة الله يديله الصحة رئيس تحريرنا أنا زاك وطبعا عدل حمودة مدرسة يعني فطبعا دبست وقل فأكتر من ما طب مع الأستاذ عدل حمودة أتكلف بشغلانة ترجمة أروح ما ترجم موضوع تاني ودي الأستاذ وقل وقل له هو موافق فيقول لي أنت متأكد وطبعا مين اللي كان ياخد الدش الأستاذ وقل هو أنت ما راجعتش ورا يوسف ليه دلوقتي وقل الإبراشي هو اللي دبسني دبسني في أسوأ حاجة ممكن أعملها في حياتي إن أنا أضطر أنعيه وأقول كلام في رثاؤه وده صعب عشان هو ما كانش زميل كان صديق عزيز جدا وجدع جدا مش معيه بس الحقيقة معك كل علشان أوصل هنا فكنت بتكلم مع صديقنا الكاتب والسيناريس والصحفي المهروف حزم الحديدي هو أحد مدرنا في القناة في القناة الأولى فبكلمه عشان أنا بقوله لسه جاي من الطيارة وبتأخر وبكلمه علشان عزيه أول ما قلت له إزايك يا حبيبي لأن أستاذ حازم الحديدي لقيتم بيانه هارعيات كطفل صغير الخبر تلقناه أول ما الطيارة نزلت في مطار شرم الشيخ بطبيعة الحدث التوقيت اليوم الحال فأغلب الطيارة عارفين بعض كلنا بنشتغل في نفس الشغلانة في الصحافة في التلفزيون في السياسة لازم تشوف خيري رمضان ومجد الجلاد وهم بيبصوا على التليفونات لما أنا عرفت الخبر عرفته من حد من السادة الأفاضل اللي كانوا لنبيه معنا الطيارة كان قاعد جنبي زميلي أحمد الخطيب فبيدلنا الموبايل بيقول لنا شفتوا الخبر ده فإحنا أول حاجة قلناها إيه كذب مش صحيح في ناس كتير بتقول الكلام ده لقينا الخبر اللي منزلوا أحد زملائنا وأصدقائنا يعني اللي معروفين بأصدقيتهم برضو ما صدقناش فبسكنا التليفونات وقعدنا نعمل سيرتش وكلمنا أصدقائنا عشان نتأكد هو الخبر ده بجد ولا إيه فأكتر من يوم أكتر من موضع خلال عشرين واحد وعشرين كنا بنكزم أخبار الوفاة ونكزم أخبار شدة ووطأة المرض عليه كنا بنكلمه في تليفون نتأكد صحته تمام بومب وكنا نقول لكم آخر مستجداته أنا لبيس عمر ربنا يا ربي قومهم بألف صحة وبألف سلامة وبألف عافية ويعدوا الحكاية بتاعت الكورونا دي يا رب يا رب يا رب الكل كان دايماً بيفتكر واقل الكل كان بيسأل عليه الكل كان دايماً يكزم الخبر السيء والترويج المشين لشائعة الوفاة المرة دي للأسف ده اللي حصل وزي ما قلتلكم أنا دبسته كتير بس أنا عمري ما دبسته التدبيسة الصعبة دي المسألة بجد لما تتعرف عليه هتاجد دايماً بني قدم واقف في ظهرك يعني يساعدك في الشغل وانت عيل زغير مش فاهم حاجة وهو مش مضطر يقف معاك في شيء هو مديرك يستلم منك الشغل اللي انت بتكلف به بس يساعدك ويقف معاك ولما ييجي في يوم وكل واحد ييكو يبقى عنده برنامج وهي برامج فيها تنافس تماماً لا شك فيه تلاقيه لما اي حد فينا بيعمل حلقة حلوة بيكلمه ويسني على الشغل ولو فيه معلومة عاوز يزودهاله بيدهاله ولو فيه مصدر عنده بيبعثهوله بمنتهى الاختصار غير المخل ده وائل كيان وقتلة حقيقية من الطيبة والجدعانة والزوء والاخلاق والاحترام والنشاط حتى انت تاخد بالك لما كان لما تعم واستلمت البرنامج مكانه الحين عودته فكان ينقل اخبار البرنامج في عشرين واحد وعشرين اللي هو كان غايب فيها عن برنامجه ومكانه ويكتب كل ما هو متعلق عن البرنامج وينقل المقاطع بتاعة الفيديو والاخبار على صفحته الشخصية لان عليها فولورز كتير ولان انا معنديش صفحة فكان بيساعد قدر الامكان يوسف اللي بيعمل البرنامج بتاعة التاسعة لانه هو عنده ولاء وانتباء للفكرة في حد ذاتها والشغله بشكل اساسي وعنده بحبة حقيقية الاصحابه والزملائه والاخواته ده وائل البراشي ده كل اللي اقدر اقولهلكو يعني انا لو عدت اتذكر في مواقف كتير